يبدو أن موافقة البرلمان المصري على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا جعلت تركيا تترقب بكثب أي هجوم محتمل على نفوذها في طرابلس إذ أن أردوغان يخطط لمرحلتين عسكرية ودبلوماسية للتعامل مع المرحلة القادمة على خلفية القرار المصري وفي هذا الصدد تواصل أنقرى نقل مرتزقة من الفصائل السورية الموالية لها نحو طرابلس للمشاركة في محاور القتال بجانب ميليشيا حكومة الصخيرات من أجل المحاولة لدخولهم إلى مدينة سرتي والمناطق المؤدية إلى الهلال النفطي حيث تزامنت عملية وصول دفوعات جديدة خلال الأيام الماضية مع عودة دفوعات أخرى إلى سوريا بعد انتهاء عقودهم هناك ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن أعداد المجندين الذين وصلوا إلى طرابلس قد ارتفعت لتصل إلى 16.500 مرتزق من حامل الجنسية السورية فيما عاد 5850 مرتزقاً إلى سوريا عقب انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية في الوقت الذي تستمر فيه تركيا جلب المزيد من العناصر الإرهابية إلى معسكراتها وتدريبهم كما وثق المرصد السوري أعداد القتلى في صفوف المرتزقة الأتراك داخل ليبيا والذي بلغ عددهم 481 مقاتل بينهم 34 طفلاً دون سن الثامنة عشر وأخرى تتبع قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل كل هذه المستجدات الخطيرة على الساحة جاءت رداً على أي هجوم تتعرض له القوات التركية المتواجدة في طرابلس خاصة بعد تفويض البرلمان المصري للرئيس عبدالفتاح السيسي بإرسال قوات عسكرية لحماية أمنها القومي والإقليمي